اشتركوا في القناة 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 طريقة سهلة و بسيطة في هذا الشكل يجب أن نقرص مليح و مليح لكي لا تنحل لكم هذه الحبة سوف نفتحها و الجهة الأخرى سوف نغلقها لكي ندخل هذه الجهة المغلوقة في الجهة الثانية لكي نتحصل على هذه الضائرة هنا ممكن تستعنوا بهذا البوشون هذا غير لكي تزعمكم الحبيث كيف كيف كما ممكن تديروا بهذا كليمول سيليكون و مكاينين لبنة على الكعيكعات و متوفرين في الأسواق أنا اليوم بغيت نديرهم لكم هكا كتقليد الكعيكعات التقليدي لبنة بهذا الشكل نسويها مليحة نضعها في البلاتو اللي غادي انطيبوا فيه بهذا الطريقة كيما قلت لكم اللي بغات تخدم بهادوك ليمول تاني تاع ليمول ماجيك هادوك تخدم بيهم هكا باش يجوكم الحبات كيف كيف أنا غير كما هكا وكما راكم تشوفوا جوني النشان المهم هنا يا قبل ما انطيبوهم غير حاجة خفيفة خلوهم مربع ساعة لبنة يريحوا انبعد طيبوهم يدوت حميرة خفيفة متحة تشعلوهم من فوق وخلوهم يبردوا مليح ونروحوا دروك ونجدوا القلاساج كيما راكم تشوفوا بالنسبة القلاساج اليوم غادي ندرها لكم بايد البيض واه بايد البيض بالصح وصفة ولا أرواح لبنة مي باش ويقعد لكم مدة طويلة محافظة على التراوات هنا عندي بايد حبا بيض عندي مغرف كبيرة متع الزيت عندي زوج مغارف متع مازهر كيما راكم تشوفوا وعندي زوج مغارف تعمى الماء هو اللي غادي خلي اللي بنات اللي بقعد يقعد وعندي مغرف انتع عاصير الليمون هنا يقلع له هذو كل العلفات تواع اللي بنات باش يعطيكم نتيجة مليحة المهم كل ما تقعدوا تزيدوا في السوكري غلاس تقعدوا تخلطوا بالفوي هاكا باش الغلاساج تحكم يجيكم ليس وميجيش في هدوك التكتولات المهم هاد الطريقة نبقى نخلط مليح مليح هنا يا اللي بغا تضيف ملوين كيلي تبغي اللون أبيض وتزيد له الملوين أبيض هاكا باش يجيها أبيض ناصع وكيلي تبغي تدير ملوين هاس أخرى المهم هادي تبقى حسب الرغبة ساكل واحدة فيكم أنا ما غادش ندير ملوين اللي بنات في الأبيض غادي نخليها كيما هاكا نبقى نخلطوا غير بالفوي ونزيدوا في فضل السوك النعيم حتى نتحصلوا على القوام اللي احنا نكونوا باغينه هذا هو المهم اللي بنات دروك غادي نجيب القاطو تاعي ونبدأ نقلاسي فيه معاكم كيما راكم نشوفو هاولا بعد ما راني طيبته خليت خلوه برد غاية لبنات هاكا بشكيت قلاسوه يكون ديجا بارد المهم جبت لكم طريقة انت على القلاساج طريقة تقليدية هادي تحطي حبه ومبعدا كينا تقلعي لها هدوك الزوائد غير بيديك هادي هي شوفوا القلاساج لبنات جاي يلمع وجاء أبيض ناصع بلا مدنالة حتى الملوين هادي هي والطريقة الثانية اللي بنات انت على القلاساج جبتها لكم طريقة شوية عملية هي كل واحدة وتخدم بالطريقة اللي تساعدها جيبوا فرشيطة او اي حاجة تحطوا فوق هالحبة تساحكم وتزيدوا بالملعقة وتقعدوا تحطوا في القلاساج ومبعدا تضربوا ها ضربة خفيفة حتى يطور لكم هادوك الزوائد هادي الطريقة تاني تنفع المهم توما خيروا الطريقة اللي تساعدكم وخدموا بها ذوك شا غادي ندير انا لبنات غادي نكمل جاي الكمية اللي راها عندي خليهم ينشفوا باش نروحوا للتزين اللي ما قبل الاخير هنها حبوباتي كي ما راكم نشوفوا هاو الحبة التسوعي بعد ما راهم نشفوا لي هنها لونت النص خليتها بيض ونص درتها لأكل غوص كي ما راكم نشوفوا وبالنسبة للتزين الان عندي هادو الملوينات لبنات كاين هذا ملوين تاع السائل وكاين ناكخي كاين هادا لاغوم وعندي ثاني هادو الملوينات ونحتاجوا لهاد فرشة الاسنان هنها بالنسبة للملوينات هادو اللي يجوا غبرة را ندرتهم شوية طاعة مازهر وخلطهم مليح مليح حتى هادا كل الاروم والجل تاع الملوين ثاني زيدوا له شوية مازهر هكا باش يساعدكم في الخدمة نديروا هادي كل الفرشة كما لكم تشوفوا اللي بنات كل شي را باين في الفيديو وغادي نبقوا نرشوا وبهذا الطريقة اللي بنات باعدوا شوية يديكم ورشوها كباش مجيش الحباء بزاف شارجي هناك كاين اللي تبغي تدير لون واحد تكتافي به في القارت والتاحة في الكعيكات وكاين اللي تبغي تدير عدة ألوان اللي بنات ممكن تديروا الأسود مع الأحمر تديروا أي حاجة انا غادي نعطيكم غاية الزين بسيط وانتوما أبدعوا هنا حاببتي كما لكم تشوفوا بعض براءة زين تهت زين جد بسيط هنا يدرت له هاد الفراشات وزيت له هاد العقاشات وبينسوغ هادي كل الورقة الذهبية هاد تزين جد بسيط وبالنسبة للوسط كما لكم تشوفوا في الضائرة راني نفس هادك الملون اللي كنت تلون بي درته في الوسط انتع الضائرة هكا باش يزيدها من الجمالية المهم لبنات هايلا الحباب بعد مرة نقسم سهلكم بينسوا غادي نوري لكم القاوام شوفوا الطالية لبنات تقعد طريية ويجي ولا أروع شاهدكم في الجنة حاببتي جربوه وما غاديش تندمو وصفة بزاف بزاف رائعة ويجي بزاف ابنينا الى هنا حاببتي نكون وصلنا الى نهاية الفيديو ساعنا ساعنا اليوم بينسوا غالعجبكم الفيديو معليكم غايت بارتاجوه مع حبابكم باش تعم الفائدة على الجميع وليعجبها الفيديو ديلي اشتراك في القناة باش يوصلها كل ما هو جديد وبينسوا خلوا النجا من هاد الفيديو الى هنا استودعكم والله الى فيديو اخر سلام موسيقى موسيقى موسيقى